بسم الله الرحمن الرحيم سنبدأ اليوم الدرس عن Qt Creator وكيفية استخدام Qt Creator في تنفيذ وتشغيل برنامج Hello World الذي قمنا بكتابته سابقا وكذلك سوف نقوم بأخذ جولة عامة عن Qt Creator بعض الخصائص الذي يحتويها هذا ال IDE قبل أن نبدأ أحب أن نذكر أننا في هذا الدرس سوف نستخدم إصدارة Qt 2.6 وهي آخر إصدارة تم تم إصدارها في هذا ال IDE إذا كنت تستخدم سوف تكون نصها قديمة وهي 2.4 على ما أعتقد لذلك في هذه الحالة قم بالدخول إلى موقع والتوجه إلى وتحميل آخر إصدارة من Qt Creator وهي 2.6 وبعد قليل سنتعرف على كيفية ربط مع الموجودة لليك سواء قمت بتحميلها من أو قمت بتحميلها بشكل منفصل عبر نقوم الآن بتشغيل البرنامج طبعا طريقة تشغيله تعتمد على كيفية طريقة تنصيبه لديك إذا كنت قد قمت بتنصيبه من خلال الحزمة الجاهزة على فإن 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 هذه هي الواجهة العامة لبرنامج الكيوت كرياتر الكيوت كرياتر يتكون من عدة مودز في القائمة اليسرى توجد عدة مودز نحن الآن في الولكم مودز في هذا الولكم مود أو نمط الترحيب يعرض مقدمة على الكيوت كرياتر وبعض المعلومات وبعض التوتوريالز والإكسامبلز وكذلك بعض الدروس فمثلا إذا قمت بالضغط على هذا الدرس سوف ينقلك إلى الهيلب مود ويقوم بفتح الدرس المطلوب وهو مقدمة حول الـ IDE أيضا إذا قمت بالتوجه إلى التوتوريالز يمكنك فتح أي توتوريالز أو أي فيديو موجود كذلك كل الإكسامبلز الموجودة في الكيوت يمكنك فتح أي مثال ورؤية الصورس كود الخاص به وتشغيله في الـ Develop ستجد الـ Recent Project فيها ستجد آخر مشاريع عملت عليها كذلك يوجد الـ Sessions الـ Sessions هي جلسات تقوم بإضافتها والتحكم في كل الجلسة مثلا لديت جلسة تسمى كيوت ديمو فيها قمت بإضافة عدة مشاريع معينة وأيضا لدي جلسة أخرى فيها مشاريع معينة كيمال ديمو يمكنك التنقل بين هذه السيشن والميزة في هذه السيشن أنه في حال انتقلت إلى سيشن أخرى وقمت بالعودة مجددا ستجد أن الخيارات والإعدادات التي قمت بها ما زالت موجودة وكذلك الملفات المفتوحة وحتى الـ Break Points التي قمت بوضعها ستجدها كما هي بعد قليل سنتعرف على كيفية إضافة السيشن النمط الآخر هو النمط الـ Edit Mode يمكنك الدخول عليه عبر الضغط على Control ورقم 2 أو يمكنك الضغط على زر الـ Escape وذلك التوجه إلى هذا النمط طبعا يمكنك التوجه إلى هذا الـ Edit Mode عبر الـ Escape من أي مود فإذا كنت في الـ Hell Mode فقط قم بالضغط على Escape حتى تعود إلى الـ Edit Mode بداخل الـ Edit Mode كما سنجد بعد قليل سنجد جميع الـ Projects الموجودة بداخل هذه السيشن طبعا إذا لم تقم بإضافة أي سيشن فإنك تتعمل في الـ Default Session كذلك ستجد جميع ملفات الـ Source Code والـ Implementation الموجودة الخاصة بالمشروع الذي تعمل عليه بعد قليل إن شاء الله سنوضح هذه الملفات توجد أيضا الـ Design Mode في هذا الـ Design Mode هو برنامج مدمج بداخل الـ Qt Creator يتيح لك تصميم واجهاته المستخدم إما Qt Designer سيقوم فتح ملفات التي تنتهي بمسداد UI أو Qt Creator Designer وهو مخصص للتعاون مع ملفات الـ QML دعنا نوضح هذه الأشياء حتى لا يلتبس على أي شخص في Qt ولا يلتبس عليه الموضوع حاليا في Qt توجد طريقتين لتصميم واجهات المستخدم الطريقة الأولى نطلق عليها غالبا آآ كيوت أو بدون Qt widget based interface أو UI كذلك ربما أطلقنا عليها Qt Designer أيضا ربما استخدمنا extension UI للدلالة عننا سنستخدم Qt Designer كذلك ربما استخدمنا بعض الأسماء مثل Main Window كل هذه الأسماء تشير إلى أننا سوف نستخدم الفئة Qt widget لتصميم واجهات المستخدم أو أحد مشتقات هذه الفئة إن شاء الله في دروس قادمة سنتعرف على Qt widget والكلاصات التي تريد منها الطريقة الثانية في تصميم واجهات المستخدم هي بالاعتماد على تقنية Qt Quick كذلك ربما قمنا بتسميتها QML وهي اللغة التي نقوم بوصفة الشاشات باستخدامها ووصفة العناصر أو ربما استخدمنا الامتداد QML كذلك ربما سنجد بعض الأسماء مثل Declarative كل هذه المسميات تشير إلى أننا سوف نستخدم تقنية Qt Quick لإنشاء واجهات المستخدم إن شاء الله في الدرس السابع سوف نناقش هذه التقنية لكن حاليا في هذه الدروس سوف نستخدم الkey widget حتى نصل إلى الدرس السابع وفي المثال القادم إن شاء الله في الفيديو القادم سوف نقوم بكتابة contact application باستخدام الkey designer والkey widget نعود إلى مجددا مجددا الdebug mode من خلاله سوف ندخل على الخصائص الخاصة بالdebug مثل عمل وضع breakpoint وstep in وstep out أيضا سنساعد جميع الvariables الموجودة في الاستاك الحالي project mode من خلال يمكننا التحكم في project وإضافة kit جديدة أو configuration معينة أو تعديل الخصائص الخاصة بعملية build أو run إن شاء الله بعد قليل سنتعرف عليها في analyze mode من هنا سنتحكم في التطبيق عفوا من هنا سنستخدم أدوات خاصة مثل valgrand في linux ونستخدمها مثلا لعمل detection للمموري ليك وكذلك سنستخدم بعض الأدوات مثل profiling tools لعمل profiling لمنفات C++ إن شاء الله ربنا في دراس قادم نتحدث عنها أخيرا ال help mode من هنا ستجد جميع documentation الموجودة والتي قمت بتنصيبها مثلا ستجد documentation لكل tools في كيود مثلا ال linguist tool وهو أداء لعمل translating أو ترجمة لكل string الموجودة في مشروعك ستجد manual خاص بها كذلك ستجد manual خاص بالكيود designer وأيضا manual خاص بالعديد من أشياء مثل qmake و simulator والعديد من الأشياء الموجودة في كيود طبعا أهم manual هو من خلاله ستجد العديد من examples وال tutorials وكل الأشياء المتعلقة بالكيود لاحقا سنتعرف على كيفية التعامل مع هذا ال help مثلا وكيفية البحث عن class معين والاستفادة من كل المعلومات التي توفرها لاحقا سنتعرف على كيفية البحث عن class وعن طريقة ترتيب وعن بعض المسميات مثل ال signals ان شاء الله في دروس قادمة للعودة إلى ال edit mode فقط عليك الضغط على زر escape وهذه غالبا أكثر تستخدمها في الأسفل يوجد هنا يتم إظهار العديد من الرسائل فمثلا في ال issues تظهر هنا هنا رسائل الورنينج ورسائل الخطأ. في الرسيرت تظهر هنا نتائج البحث الذي قمت بها. تظهر جميع مخرجات التطبيق مثلا قمت بعمل طباعة جملة مثلا باستخدام كيو دي بغ او سي اوت. ستظهر هنا. كذلك هنا ستظهر المخرجات من عمليات الكمبيلينج. هذا هو موجود في الكيوت كرييتر. يمكنك تفعيله من هنا. ستجد هنا العديد من بلغ انز يمكنك اضافة او حذف اي بلغ انز تريد. التدو هو عبارة عن بلغ انز موجود في الكيوت كرييتر. لا ادري ان كان ديفولت او قمت بتفعيله يدويا. هذا التدو ان شاء الله لاحق سنستعرضه لكن بشكل عام يمكنك وضع كومت بداخل كودك تعليقات واستخدام كلمات معينة مثل تدو او بغز او فيكس مي. حتى تظهر لديك في هذا الشاشة. اخيرا توجد general messages و version control system ايضا لعرض النتائج الخاصة بال version control system. القائمة menu اعتقد بسيطة جدا. مثلا في قائمة new لانشاء مشروع جديد او ملف جديد كذلك يفتح مشروع جديد او ملف سابق. وهنا sessions الموجودة الذي حاليا وكذلك session manager. من هنا يمكنك اضافة session جديدة او عمل clone لسيشن موجودة ومن ثم الدخول عليها باستخدام switch2 وعمل تخصيصات لها ومن ثم سيقوم بحفظات تلقائيا. لذلك لن تحتاج الى حفظ اي شيء. فقط يمكنك فقط الذهاب الى session. وتعديل ما تريد. ومن ثم توجه الى اي شيء اخر. اهم خاصية لدينا هي في tools ومن ثم options. من هنا اغلب ما ستقوم بعمله دائما هو الدخول الى build و and run. من هنا سوف نقوم بتحديد ال cute versions ومسارها وكذلك ال c++ compiler. واصل فنقوم بتعريف الكتس وهي المفهوم الجوية التي تم اضافتهم اخر. في بداية قوم بالدخول الى compilers وقوم بتحديد المترجم الذي تستخدمه. فقط قوم باضافة المترجم. غالبا سوف يتعرف عليه تلقائيا. في حال لم يتعرف عليه قوم باضافته هدويا. بعد ذلك توجه الى الكيوت. توجه الى الكيوت versions. ومن هنا قوم بتحديد نسخ كيوت الموجودة لديك او الذي تريد ان تعمل عليها. كل ما عليك هو اضافة ضغط على زر add. ومن ثم تحديد مسار الكيو الخاص بالكيوت الذي نسخة كيوت الذي تريد ان تعمل عليها. مثلا اذا كنت تعمل بنسخة كيوت مثلا اه موجودة في داخل sdk فقط قم بتحديد مسارها كما يظهر لديه هنا. اه ايضا يظهر لديه انه يستخدم كيوت فور بوينت ايت بوينت ثري وهي موجودة في السيستم. بمعنى قمت بالحصول عليها من خلال اه الذي اعمل اعملوا بها. ايضا قمت بتنصيب كيوت فايف من خلال مستودة get. وهذا هو مسار الكيو ميك الخاص بها. كل ما عليك هو اضافة اه مسار الكيو ميك وهو سوف يتم التعرف على نسخة كيوت. بعد ذلك نأتي الى الكاتس. الكاتس هي عبارة عن تعريف للكمباير المستخدم ونسخة كيوت المستخدمة والتارجت او الديفايس الذي نريد ان يعمل التطبيق عليه. مثلا في هذه الامثلة ساستخدم الديسكتوب كيت. وهنا قمت بتعريف ان الديفايس هو الديسكتوب. فبالتالي اريد ان اعمل على الديسكتوب ديفايس كمخرجات. وايضا قمت بتحديد المترجم هو الجي سي سي. وايضا قمت بتحديد الكيوت فايف وهي كيوت فور بوينت ايت بوينت ثري وهي التي اه قمت بتنصيبها من خلال مدير الحزم. مثلا نأتي الى كيوت فايف. ستكون نفس العددات. اه الاختلاف فقط سيكون في الكيوت فيرسين. ايضا نأتي الى شيء مختلف وهو حرمتان مثلا. هنا سيجد ان الديفايس هو ديفايس مختلف وهو عباع عن جهاز اه 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 تسعمية وخمسين. ايضا ربما تحتاج اضافة السيس روت في بعض الانواع من الديفايس. كذلك يجب تحديد المترجم المطلوب والكيوت بيرس المطلوبة. اه لتعديل اعدادات الديفايس فقط توجه الى هذه النافذة ديفايسيس. من ثم قم باضافة او حذف اي ديفايس تريد. هذا بشكل عام الاعدادات التي اه تحتاجها دائما. الخطوات اعيدها مجددا. قم بتحديد الكمبيلرس. بعد ذلك قم بتحديد الكيت فيرسينز. اخيرا قم بالانتقال الى الكيت واضافة كيس جديدة. ومن ثم تعديل هذه الاشياء. سوف نقوم الان بانشاء مشروع الهلوورد الذي قمنا بكتابته سابقا. قم بالضغط على فايل اه ومن ثمانيون. سيظهر لديك العديد من التمبلتس الموجودة. هذه التمبلت. تقوم بانشاء ملفات تمهيدية او تسهل لك اه لتبدأ مشروعك. فتنشئ لك اه عدة ملفات وعدة اكواد فقط يمكنك تشغيل البرنامج. فورا ورؤية النتيجة وهي ربما تكون نافذة خالية. في هذا الدرس سوف نعتمد على تمبلت اه خالي وهو الامتي كيوت بروجيكت. من اثر بروجيكت توجه الى الامتي كيوت بروجيكت. ومن ثم ما تشوز. سوف اقوم بتغيير المسار. نطلق عليه مثلا. هلو هلوورد. هنا ستحتاج الى تحديد الكيت المستخدمة لذلك غالبا قبل ان تبدأ في اضافة اي مشروع. كما ذكرنا توجه الى التولز ومن ثم الاوبشن وقوم بتحديد الكيت وضبط اعداداتها. في هذا المثال سوف استخدم ديسكتوب كيت. وهي عبارة يمكنك ان تقف عليها وصوف يقوم باذهار تولتيب. لوضح لك ما هي هذه الكيت. كما يظهر هو الديفايس ديسكتوب ديفايس. والكمبير هو الجي سي سي والديبقر كذلك والجي دي بي. والكيوت فيشن هي كيوت 4.8.3 وهي موجودة في السيستم. ايضا يمكنك تحديد مسارات الريليس بيلد والديبق بيلد. اه طبعا كما ذكرنا سابقا في الدرس السابق ان الكيوت كريتر يستخدم ما يسمى بالشادو بيلد. وهو ان يكون اه هناك مجلد خاص لعمل لجميع المخرجات الناتجة من عمليات البناء. فيتم نقل المخرجات الى مجلد الجديد. وكذلك الاكسكتوب او البانيري فايز تقوم في مجلد اه خارجي مفصول على مجلد المشروع. يمكنك هنا تحديد اه المسارات الخاصة بهم. غالبا نستخدم الديبق بيلد في اثناء تطوير التطبيق حتى نستطيع ان نعمل اه نقوم بعمل الديبقينج عليه. اما في حالة تم الانتهام للتطبيق واردنا توزيع التطبيق لمستخدم النهائي سوف نقوم بعمل ريليس بيلد. حاليا سنقوم بعمل الخيارات كما هي. هنا يمكنك تحديد الفيرشن كنترول سيستم. ربما تحتاج الى استخدام او بازار او اس بي اين او مور كيريال اه وما الى ذلك. حاليا لنستخدم اي فيرشن كنترول. اه سوف تراحظ هنا ان ان الكيوت كريتر سيقوم باضافة ملف واحد هو الهلوورد اه دوت برو. تم انشاء ملف البروجيكت وهو ملف خالي وتم فتحه ايضا. اه كما ذكرنا في درس سابقة في حال لم يتم كتابة الكيوت فيعني ذلك انه سوف يتم الربط مع مديول الجيو آي والكور بشكل تلقائي. دعنا نقوم باضافة ملف اه المين من خلال الضغط على مجلد المشروع ثم اد نيو. ونثم التوجه الى سي بلس بلس سورس فايل. وكتابة اسم ملف واللي يكون مين. وكما ذكرنا اه غالبا اذا كان الملف يحوي الدالة مين سوف يكون هو بالاسم مين. نقوم الان بكتابة المثال وسوف نلاحظ ان الكيوت كريتر يوفر اوتو كومبليتر ويوفر بشكل يريح جدا من كتابة يريح في كتابة التطبيق. تطبيق. نقول ما عليك هو كتابة اول حرف فقط وسوف يقوم باخرار جميع الاحتمالات الممكنة. نقوم بكتابة الارجومنت. طبعا يوجد خاصية جديدة في خاصية ممتازة في القيوت كريتر وهو عندما ان تقوم عندما تقوم بفتح قوس جديد من اي نوع. سوف يقوم بكتابة القوس الاغلاق مباشرة. لاحظ سوف يقوم مباشرة بكتابة قوس الاغلاق. واذا قمت بكتابة قوس الاغلاق مجددا سوف يتجاهل هذه العملية. وفقط يقوم بتحديد أو تلوين هذه الأقواس سوف يقوم الآن بكتابة قوس الإغلاق مجددا لاحظ تم تحديد الأقواس وتجاهل عملية كتابة قوس جديد وهي خاصية مفيدة جدا أو مريحة جدا في كتابة التطبيقات كذلك عندما تقوم بفتح أي قوس سوف يقوم فورا بغلق القوس المقابلة نقوم الآن بكتابة التطبيق لاحظ الكود كومبليتر يعمل مباشرة وهنا أيضا لاحظ عندما تقوم باستدعاء أي دالة مثلا دالة البناء في هذه الحالة سوف يخرج لك جميع الأوبرلودنج الموجودة فبالتالي يمكنك التنقل بينهم عبر الأسهم الأعلى والأسفل حتى تجاهد جميع الاحتمالات الممكنة في هذه الحالة سوف يستخدم أول أوفرلودنج هنا سوف نقوم بكتابة الليبل ويظهر على الشاشة لاحظ سوف يتم إظهار جميع الأوبرلودنج الآن لعمل بلد للمشروع توجد عدة طرق أسهلها وأفضلها هي الضغط على الزر كنترول وحرف البي أو يمكنك الضغط على هذا الزر أو من نافذة البيلد يمكنك الضغط على build project طبعا يمكنك أيضا أن تضغط على زر الرن عندما تضغط على زر الرن سوف يقوم بفحص هل يوجد الملف التنفيذي أم لا في حال وجد الملف التنفيذي سوف يقوم بتشغيله في حال لم يكن هناك ملف التنفيذي سوف يقوم تلقائيا بعمل build ومن ثم run فبالتالي يمكنك فقط أن تضغط على ctrl r وتلقائيا سوف يقوم بعمل build وrun لكن حاليا دعنا نقوم بعمل build لاحظ هنا سوف تجد نتيجة العملية قم بالضغط على هذا الـ progress الأخضر سوف تطر لديك المخرجات عملية الترجمة في حال كان هناك خطأ دعنا نقوم بعمل خطأ معين وقمت بعادثة عمل build سوف تلاحظ أن تم توجيهك إلى الـ issues نافذة الـ issues وتم إظهار رقم الخطأ اسم الخطأ ورقم السطر واسم الملف لتشغيل التطبيق فقط قم بذهب إلى build وrun أو ctrl r أو من هنا لتشغيل التطبيق وهو نفس المثال الذي قمنا بكتابه سابقا دعنا نوضح بعض الخصائص التي ذكرتها مثلا to do change slain مثلا fix me add مثلا log here دعنا نقوم بفتحة لاحظ to do interest تم التعرف على أن هناك قيمتين الأولى هي to do في الصف في السطر العشرة والثانية هي fix me في الصف أو السطر 13 نتجه الآن إلى خيارات الـ project قبل أن ننتجه إلى خيارات الـ project دعنا نعود إلى الـ edit mode عبر الضغط على escape هنا يمكنك تحديد الـ target أو الـ kits المطلوبة عبر يمكنك عبر الضغط على هذا الزر أو ctrl وحرف T حاليا لدينا kit واحدة وهي desktop kit لذلك فقط يوجد نوعين من الـ build هما release build أو debug build دعنا نجرب الـ debug build تم الانتقال الآن إلى الـ debug build دعنا نقوم بعمل breakpoint هنا ومثل بتشغيل البرنامج في وضعية الـ debugging لاحظة إن شاء الله سنشرح كيفية عمل debugging بشكل أفضل حاليا فقط لأخذ مقدمة عامة عن كيفية عمل debugging يمكن يكون التنقل في يمكنك التنقل والتحكم عبر هذه الأزرار أو يفضل دائما لإستخدام يمكنك الضغط على زر الـ run حتى تقوم بإكمال التنفيذ كما ذكرنا تقوم بالضغط على زر escape حتى تعود إلى نافذة edit mode نتجه الآن إلى خيارات الـ project هنا يمكنك إضافة i-cat جديدة أو حذف i-cat عبر الضغط على هذا الزر كذلك يمكنك التحكم في i-cat كيفية عمل build أو كيفية عمل run حاليا لا نريد أن نغير شيء سوى فقط غالبا ربما نحتاج إلى إزالة هذا الصح إذا كنت لا تريد خاصية shadow build مثلا إذا كنت تريد التحكم في عملية المخرجات بمفردك عبر ملف الـ project file يمكنك ذلك وإزالة الصح من هنا حاليا لا نريد تغيير أي شيء في هذه الإعداد ربما لا سوف نقيم بعمل بعض الإعدادات مثلا يمكنك إضافة i-cat جديدة سألليكم مثلا سيموليتر عندما تقوم بذلك ستجد أن أن هناك أصبح two-cats المشروع الأحدهما هي desktop kit والثاني هي simulator kit أعتقد هكذا نكون قد غطينا معظم الأشياء في kit creator ربما تبقت بعض الأشياء مثلا هنا في المحرر النصوص في edit mode تريد غالبا عدة خيارات مثل عرض الـ project المشروع أو عرض الـ open documents كذلك عرض الـ bookmarks التي قمت بوضعها أو file system و plus view وبعض الأشياء الأخرى أيضا هناك بعض خاصية مفيدة هنا وهي simplify tree لاحظوا عند الضغط على إزالة الصح من هذا سوف يكون إظهار الكتكاتر بإظهار virtual directory وهي لغرض التنظيم والترتيب فقط ستلاحظ أنه sources وإذا قمنا أيضا بإضافة ملف header file ستلاحظ أن هناك مجلد تخيلي ببعان أنه ليس موجود حقيقة بالاسم headers أيضا إذا قمتم بإضافة ملفات user interface ستلاحظ ملف اسم UI هي ليست موجودة في هذه المسارات لكن فقط يقوم بترتيب وجميع جميع ملفات C++ بداخل هذا المجلد يمكنك التحكم فيها من هنا أيضا يمكنك التحكم في إظهار ملفات المولدة مثل الملفات الناتجة لعملية الموك أو UIC وما إلى ذلك أيضا هنا خاصية مفيدة هي عمل split وإضافة أكثر من view أو sidebar مثلا يمكنك مشاهدة ملفات project وإذا يمكنك مشاهدة جميع class view أيضا هذا الزر ربما يكون مفيد هو إخفاء sidebar يمكنك ذلك عبر الضغط على زر alt ورقم الصفر لعمل show أو hide لهذا sidebar كذلك يمكنك من هنا التنقل في الملفات التي قمت بفتحها حاليا لا يوجد أي ملف لذلك يتم تنقل فقط بداخل نفس الملف أيضا هنا غالبا فإذا كنت تعمل داخل class ستظهر لك جميع المصد بداخل هذا class إن شاء الله كل ذلك سنستعرضوه لاحقا أعتقد الآن غطينا معظم الأشياء في Qt Creator من هنا فقط يمكنك أن تعرف رقم الإصدار الذي تعملها عليه إن شاء الله في الدرس القادم سوف نقوم بكتابة سوف نقوم باستخدام بشكل أفضل وسنتعرف على جميع الموجودة مثلا التنقل بين الملفة وأيضا كيفية عمل الريفاكترينج وكيفية الإعلان عن مثلا مثود بداخل class وكيفية توليد أو استخدام بعض الأدوات في Qt Creator لجعلها تقوم بإنشاء تعريف الفئة في ملف الإمبليمنتيشن دون أن تقوم بها إدويا ونلقاكم إن شاء الله في الدرس القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى